يسأل لماذا قلنا أن المسح على الجورب جائز وتركه أو لا؟ أولا لأنه لم يصح فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح أن النبي مسح على الجورب والخبر الورد في ذلك ضعيف معلول ولكن لأنه ورد عن خمسة من الصحابة وكذلك قسنا على أو قاس القئيسون على الخف فللضميمتين جاز عند من قال بالجواز والذين قالوا بعدم الجواز تمسكوا بالأصل وأرجو لكم إلى الكعبين السلام عليكم